بعد أن كان مقرراً إعادة إطلاق عملية تطعيم الرضع بلقاح بنتافلان بداية من اليوم وزارة الصحة تتخلف عن الموعد ولم يتم تزويد المصالح الاستشفائية باللقاح الذي تم إيقافه منذ شهر أوتال منصارم من جانب آخر سجلت بعض المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة معزوفاً تاماً للمواطنين الذين لم يتقدموا حتى للاستفسار عن موعد اللقاح وهو ما جعل الأطباء يبعثون برسالة تطمين للأولياء في انتظار إعادة إطلاق عملية التطعيم بالرزنامة الجديدة بعد وقفها منذ عدة أشهر تبقى التخوفات تنتاب الأولياء خصوصاً في ظل غياب حملات للتعريف بهذه الرزنامة الجديدة